الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله إن شاء الله اليوم نشرح موضوع Negation and non-assertion واحد من مواضيع مادة grammar للمرحلة الثالثة الموجود في اليونت الثاني طبعا من كتاب University Grammar of English للعالم Randolph Quirk طبعا هذه إن شاء الله راح تكون المحاضرة الأخيرة من هذا اليونت طيب بالنسبة للNegation النفي النفي هو عملية تحويل الجملة من جملة مثبتة إلى منفية طبعا النفي عادة يتم بإضافة not للجملة يعني إذا كانت الجملة تحتوي على operator أو auxiliary فإحنا ننفي هذا operator أو auxiliary كما في الجملة The girl isn't a student فالجملة هنا فيها فعل فيها operator لذلك كان ننفيت operator أقصد بالoperator هو الفعل المحرك للجملة يعني اللي أقدر عن فيه يعني اللي أستخدمه للنفي وكذلك أستخدمه لعمل question طيب إذا كانت هذا في فيما إذا كانت الجملة تحتوي على operator أو auxiliary فراح أنفي أو أضع not بعده طيب الحالة الثانية إنه في حال إذا احتوت يعني إذا ما كانت الجملة تحتوي على operator فبهذه الحالة أختار فعل مساعد مناسب لزمن الجملة أو أنفي يعني إذا كانت مثلا زمن الpass symbol فراح أختار did أو didn't didn't بالنفي إذا كانت present symbol فراح أختار don't و doesn't وهكذا يعني إذا كانت الجملة لا تحتوي على operator فأختار operator يعني أنفي operator مناسب لزمن الجملة فمثلا عندي أصل الجملة فاستخدمت didn't لأنه أصل الجملة كان ماضي كذلك عندي جملة مثلا he hadn't given the girl on apple فهذا هو عملية النفي إذا كانت الجملة تحتوي على فعل مساعد فننفي هذا الفعل المساعد إذا ما كانت تحتوي على فعل مساعد فنختار فعل مساعد مناسب لزمن الجملة وننفي طيب إحنا كذلك يعني يجب أن نعرف أن الجمل الجمل راح تقسم إلى قسمين القسم الأول اللي هو إما تكون assertion يعني جمل تعبر عن تأكيد أو non assertion جمل لا تعبر عن تأكيد يعني إذا كانت الجمل assertion يعني تعبر عن تأكيد فيجب أن تكون هذه الجملة positive and declarative positive يعني يجب أن تكون مثبتة وتصريحية يعني جمل خبرية إذا كانت جمل مؤكدة أو تعبر عن تأكيد فيجب أن تكون مثبتة وجمل خبرية أو تصريحية وإذا كانت لا تعبر عن تأكيد فعند نوع من الجمل التي لا تعبر عن التأكيد فهي إما تكون interrogative يعني جمل استفهامية أو negative جمل منفية وبالinterrogative عندي نوعين يعني أنا عندي نوعين من الinterrogative إما يكون positive يعني إما يكون سؤال مثبت أو استفهام مثبت أو ممكن يكون negative سؤال منفي يعني أنا عندي نوعين من الأسئلة يعني ممكن يكون سؤال مثبت أو منفي مثلا أقول هذا سؤال منفي بس مثلا من أقول فهذا سؤال منفي اللي قبله كان مثبت يعني أنا عندي نوعين من الأسئلة إما يكون مثبت وإما يكون منفي الشي والملاحظة الأخيرة أنه أنا عندي شي اسمنا اللي هي عبارات النفي وعندي عبارات التأكيد عندي عبارات النفي مثلا كلمة some كلمة some هذه واحدة من عبارات الأثبات وتستخدم فقط عبارات الassertion forms هي العبارات التي يستخدم مع الجمل المثبتة مثلا some تستخدم فقط مع الجمل المثبتة فهنا some جدت ويسمونها assertion form عبارات الأثبات التي تستخدم مع جمل المثبتة إذا أريد أن فيها إذا أنفي هذه الجملة أحولها إلى استفهام فيجب أن أستبدل هذه العبارات بأدات أخرى اللي هي يعني عبارات النفي وتستخدم مع الجملة المنفية أو الاستفهامية فقلت فاستبدلت وكذلك فهذا الملاحظة الأخرى أنه عبارات الأثبات مثلا سام واحدة من عدها طبعا راح تأخذون هذا بشكل مفصل في المرحلة الرابعة تستخدم فقط مع الجمل المثبتة وعبارات النفي تستخدم مع الجمل الاستفهامية أو الجمل المنفية طبعا هذا كل ما يخص موضوع النفي يعني negation non-assertion وهذه كانت المحاضرة الأخيرة أتمنى إن شاء الله هذا الشرح ساعتكم وسهل عليكم فهم هذه المادة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر